مسلسلنا بيبدأ بطالب بيجري مرعوب وكأنه بيهرب من حاجة وبيحاول يتصل بحد بتليفونه ويشتكي من مدرسته وبيقول إن كل الطالبة اللي فيها والمدرسين كمان عبارة عن مجانين وإنه لازم هيفضحهم ولسه بيكمل جاري في عربية بتيجي بسرعة وبتغبطه وبنعرف من الـ ID بتاعه إن كان اسمه هان وبعدها بقى بنشوف المدرسة إزاي متطورة وبين إن كل اللي بيدخلوها أغنى أغنية كوريا حاجة كده من ريحة أيام الزهور وبينشوف المديرة بعدها مجمعة قال يعني الطلبة بتخطب فيهم والفكرة إن ما كانش حد نعبرها أصلا ولا مهتمة بكلامها لحد ما قيلت إن في طالب منحة جديد فسعيتها طالب اسمه وجين قال لصحبته هو إيه لازمة الطلبة دول لما في الآخر مش بيقدروا يكملوا معاينة فقالت لو يا عم ديهم بيمثلوا إنهم طيبين وكده مع الناس الفقيرة فسيبهم عادي ورحوا سكتين بقى علشان يشوفوا الطالب ده اللي خد أعلى درجة في امتحانهم وفاز بالمنحة والودي عيني طلع متحمس جدا وعرفهم باسمه إنه ها وبدأ بقى يشكرهم على المنحة وحرفيا ما كانش حد مهتم بس كلهم اهتموا بقى بدخول طالب معين كده متأخر على المكان والكل كان بيحترموا لدرجة إن في بنت كانت نايمة صحبتها صحيتها على طول وحتى قفلوا المايك وقتها بتاعها عقبال بس ما الودة يعد فها بقى مستغرب المايك بازور لإيه بس سبحان الله لأشتغل عيدي بعد مريان الودة المهمدة قاعد يعني خلاص فقاعد بقى يكملها في خطابه بعدين لما قاعد لقاهم بيقولوا في المايك إنهم يتحركوا يلا فقام بقى علشان يمشي لقى واحد بسرعة بيقوله يعود ويبطل غباء فاستغرب هو فيه إيه لحد ما شاف ريان ده قام والكل أمن بعده فبقى مستغرب هو إيه ده بس طنش وسأل اللي حواليه يروح إزاي درس الإنجليش علشان عنده دلوقتي وصحابها هيعرفوا المكان وفعلا وصلوا للمكان ولسه بقى قاعد ينقي هيقعد على أني كرسي لقى بنت بتقوله مش مسموح له يبقى هنا أصلا لأن ده فصل سبيشل إيه لكن هو ستاندرد أصلا فساعتها عادي مش يشوف الستاندرد ده بيقول إيه وحاول برضو يقعد فلقى بنت بتقوله لقى بقى ده أنا قاعدة هنا حاول يقعد جنبها قالت له ما صاحبتي قاعدة هنا وكل ما يجي يقعد جنب حد إلي حد نطيت له بيمنعه ده غير طبعا كلام الكل عنه وإنه عيل زليل عاوي الفقير جاي بمنحة وفي نفس الوقت كان بيتدرب أهم ولد في المدرسة اللي هو ريان وبيبقى الكابتن فخور بتقدمه جدا أما هو كان جاهله حاجة واحدة بس وهي جاي حبيبته اللي بقى لها أكثر من ثلاث شهور مختفية ومش بترد عليه واللحظة دهيري برضو فسألته عنها عشان تدايه أكثر بعدين فرحت إن جاي بتتجهله هو كمان وقالت له حس كده بقى لو انفصلته تبقى دي فرصتي علشان أخذ مكانها وحاولت تغريه ولكنه ولا الهواء قال لها تتميل فقامت من الإحراج علشان تمشي ورحت تستقبل جاي نفسها من المطار وفدت تسألها كانت مختفية ليه ومش بترد عليهم بالذات يعني متى النشحة ببهريان فوالعب واريت كلامها بحاجة وبس رحت قيللها جمعي الباقي للسبق ففعلا على طول بعتت في جربهم إنهم يتقبلوا علشان جاية رجعت فساعتها كلهم شافوا الرسالة واستغرب حبيبها إنها رجعت ومعبرتهش بردو أما هي بقى فلما شافت الرسالة الصبح تمنت ونزلت تحبر حفلة عاملينها أهلها مع صحابهم وطبعا طول القعدة كالعادة بيفتخر باباها بيها فمومتها بتحول الكلام كله لابنهم التاني فجاية شوية كده ورحت أيمة من الزهق علشان تدخن فساعتها وقفها باباها وقال لها من لبسها مش مناسب أبدا للحفلة دي ولازم تغير بسرعة وقعد ينصح فيها إنها لازم تبقى عنيكة زي مومتها كده فوقتها سألته أني أم بالزبط وبنعرف من كده إنها بنته آه ولكن مومتها واحدة تانية أصلا فقال لها على طول تخرص ومتجبش سيرة الست دي وتعامل ميروته على إنها مومتها فسكتت ورحت تغير لقيته بيقولها وبطلي بقى شكلك عرة كده زي مومتك الحقيقية وغيري كمان اللبس تجده خليه أركه من كده فطنشته ورحت تدخن وقلعت جاكت فسطانها ووقفت بقى تدخن بروحتها كان وقف في نفس المكان ده وعجبته من أول ما شافها ففدل يتأمل فيها كده لحد مما لحظته فاتكسف وقتها بس بعدها قرر يفتح كلام معاها وعرفها بنفسه إنه جاي هنا يعزف بيانه فولا هتمت بعدين لما نطقت قالت له حاجة غريبة قوي وهي إنه يديلها قميسه علشان رايحة مكان ومحتجاه فساعتها استغرب جدا وقال لها محضرتك لو وديته لك همشي أنا بإيه فطنشته جاية تمشي راح ضعف قصات جمالها وقلعه فعلا فلبسته ومشيت علشان تقابل صحابها اللي كانوا مستنيينها في مكان السبق فعلا وجي بعدها ريان اللي على طول سألها مالها ومش معبره ليه فولا هتمت بيه وقالت له احنا نتسابق واللي يفوز يحقق ومنية التاني فقال لها كويس برضو علشان عايزة عرف مالك بجد وبدأوا السبق وفي النهاية هي اللي كثبته فنزل من عربيته أصلا مرعوب عليها لإنها كانت بتسوق بسرعة جدا ورح لها يقول لها تبطل تهور وليه أصلا عايزة تكسب قوي كده فساعتها فجأته أن طلبها اللي هينفزه بما أنه خسر أنه ينفصل عنها فساعتها الكل بيتصدم وهو بالذات بيعد يعتبها أنها اختفت ثلاث سهور كاملين ويوم ما كلمته طلبت منه كده وقعد يسألها عن السبب فقالت له احنا تقابلنا أول مرة لما كان عندنا ست سنين وارتبطنا واحنا خمستاشر سنة وانت من أول مرة تقابلنا لما كان ست سنين حبتني من غير سبب فأنا خلاص ما بقتش حبك وبرضو من غير سبب فما اقتناشه طبعا بالهطل ده وتاني يوم راح المدرسة مش طايق نفسه وهي كمان فبقى الجهو متوتر بين الكل معاد الودي اللهبة لها كان متحمس جدا لما لقاهز ملته أما بقى ريان فكان هو وصحابه قعدين يفكروا سوا ليه عايزة تتيبه أصلا وقعدوا يقترحوا عليه إزاي ممكن يصالح فيها وهم كده بيتكلموا لقوا هم عدي وكانها يغلط ويعود معاهم فليهوا ليه بقى بسرعة طلاب المنحة التانيين لحقوه وخدوا يفهموا الدنيا مش يزاي وقعدوا يعرفوا إنه لازم يهتم بكلامه وصبائي الطلبة خاصة ريان وجيه وجين وهيري وأهم واحد فيهم طبعا هو ريان لأن جده من ناحية الأم مؤسس المدرسة دي وعيلته يبقى أصحاب مجموعة جوشين ولو فكر يعرضه هو أو صحابه هيحصل الودهان اللي مات من كم شهر واللي أكيد أتى له ريان فالودوة لاهتم واخدوا معلقة دعاق لهم وقال لهم احترمهم حاضر وروح بكل حماس علشان يسلم على ريان اللي طبعا بسلوا بقرف وطنشوا أما باقي صحابه فكانوا ميتين ضحك على منظره وقعدوا يقولوله تلاقيهم يعيني فاهموك إنك لازم تجاملنا وكده فعلشان كده جت تسلم فساعتها قال لهم لأ طبعا وضحك عادي فرحت هيري قالت له تستهل حفلة استقبال على لطفتك دي وفعلا بالليل عملت حفلة كبيرة عندها وجهزت قوضة كده بنفسها يصالح فيها ريان جي وطبعا جهزتها بحاجات جي أصلا مش بتحبها علشان ما يتصلحوش وروح تخرج بقى للحفلة اللي أول ما وصلها ها لأهم بياخدوا الموبايل طلع ممنوع جوه فسمع الكلام عادي ودخلوا جوه لأ الكل هاي سمع كله وكأنها حفلة لكبر السن حرفيا مش كأنها يعني حفلة لحتة عص وغيرها لسه ما ترعوش من البيضة والفكرة إن كل محد كان يشوفه يقوله ده انت جاريق موت إزاي جيت يا ابني وهو لسه مش فاهم هو في إيه ورح يسلم عادي على هيري اللي ساعتها عرفته على طوكوس استقبال الطالبة وإنهم لازم يشربوا فصدمهم إنه مش بيشرب أصلا فقعدوا يزنوا عليه علشان يشرب فاضطر يشرب في فرحة هيري جدا لأنها كانت حطاله مخدر في البتاعدة والعبيت شرب كباية واحدة ما بقى الشايف وصوده فقام يدخل الحمام علشان يهدى شوية بعدها رجع لهم لقاهم بيلعبوا في الوقت ده كانت الوحيدة اللي قاعدة بعيد عنهم هي جاية اللي كانت بتجيلها رسائل من إنستجرام كتهديد بفيديوهات ليها فبتترعب من الرسائل بس بيبعت لها بعدها ريان تجيله حالا فرحة اللي لقيته بيفجئها في القوضة إنه بيصالحها وكده يعني فبقت مستدفهة قوي وقعدت تقوله يا ريتني بأصحابه بس فقال لها إن مهما تعمل هيفضل عاوزها لي وكانوا الباقي بقى وقتها بره بيلعبوا لسه وجيدورها أخيرا فساعدها حكموا عليه يقرب من بنت هنا فقعد يبص لكل واحدة حبة بعدين أم أصلا دخل لجوه فدخلوا كلهم وراه يشوفوا رايحة لفنده وفي الوقت ده كان بيفتكر أخوهان اللي مات ظلم بسبب المدرسة دي وبيفتكر وعدوا لي إنه هيلاقي اللي تسبب في قتله واللي هو شاجك طبعا إنه ريان علشان سمع من الطلبة إنه قتل ريان علشان بس كان متصاحب على حبيبته جاية فقرر من وقتها ينتقم ويجر شكل ريان بحبيبته جاية برضو فقرب لها أصاده فاتصدم هو وكل المدرسة وهي نفسها تخضت أساسا بس علشان تثبت لريان إنه ما بقاش في دماغها قرر يتكمل معها في اللي بيعمله وتاني يوم بقى لما بيروح المدرسة بيشوف ريان في وشه فبيفتكر الدربة اللي ادهاله مبارح وبيبقى الكل خايف لا تحصل مجزرة ولكن ريان ولا بيعبره وبيمشي من جنبه عادي وبيروح وقتها الجاية يسألها هي تهبلت ولا إيه علشان تستفزوا بالشكل ده فقالت له يا ابني هو أنا مش قلت لك ما بقيناش مرتبطين خلاص فأنا حرة بقى فساعتها ضغص جدا فعلشان إيها دي صاحبه قال له هنفخ لك اللي اسمه هذا بس بهدوء يعني راح قيله ليه بهدوء ده أنت لازم تخليه عبر أصاد الكل فحاول صاحبه يفكره إنهم لازم يهدوا فترة علشان الودهن اللي مات من حبة ده ولكنه ما هتمش بالكلام ده فساعتها صاحبه وعده إنه هينفذ أوامره وفعلا راح للفصل وقعد يقول لكل الطلبة ما يتعاملوش ولا حتى يتكلموا معها فساعتها تشان بعد ما تضرب من الوده أم يعمل رجل على مين عليها طبعا اللي كان بيضحك أصلا عليهم ولا هموا الكلام ده ولما حاولت تشان يضربه ومسك إيديه وكان ناقص يكسر هالو فالآخر جات المدرسة وطردت تشان بره علشان أصلا هو أكبر منهم فإيه اللي جابه هنا وبعد الفصل بقى بقى يحاول يتكلم مع جية فبتطنشه فبيوقفه وبيقول لها إنه فرحان جدا باللي عمله مبارح فبتستغرب جرئته دي وبتقوله إنه مش في دماغها أصلا وما يفهمش اللي عملته معايا على إنه حاجة يعني فالله مش مهم بس أنا فرحان فمشيت وثبته وبالليل بقى روحت على الفندق اللي دايما كانت بتروحه مع ريان وبعدين مشيت على طول كان هو جوه أصلا قاعد بيتفرج على فيديوهاتهم سوا ومتأثر جدا لحد ما دخلت علي المستفيز زهيري دي وقعدت تتريق إنه طيب قوي ولما لقيته متضايق كده عرفته إنه عمتن يعني جيه كانت تحت فمعنى كده إنها لسه مهتمية بي وعلشان يخليها ترجع له أسرع لازم يغزها بعلاقة جديدة في حياته فقال لها فكك من كل ده وحاولي تعرفيلي هي اللي سبتني أصلا في الوقت ده كانت بعت لجاية هديد من تاني والمرودي فيديو ليها وهي بتعيط وقال آنا وهن دا اللي مات كان واقف بيهدي فيها لإنها كانت مرعوبة من باباها إنه يعرف حاجة ويعمل فيها زي ما عمل في ممتها ولكنها بتلاحص فجأة إنه بيسجل لها بألم في جيبه فلسه هتسأله هو أي ده لقيت اتنين بياخدوا البرة وفي اليوم ده ميت أصلا فاتخضت لما لقيت الفيديو مبعوط لها وكمان الشخص هددها إنه هيبعاته المرة الجاية لباباها نفسه فتاني يوم وهي مع باباها بقت مرعوبة جدا كل ما يجيله تليفون وبقت قعدة تتخيل إنه بيقتلها كمان لحد ما أخيرا قرر يمشي أما بقى في المدرسة فبيشوف هاوين وهو بيجيب مخدرات لريان فساعتها بيفتكر كلام أخوه عن الموضوع ده واللي هو زمان ما كانش مسدقه وبيقوله بكل براءة إزاي بس طلبة سنوي هيعرفوا الحاجات دي فتأكد ساعتها من اللي قاله أخوه زمان وبرا بقى مع باقي الطلبة كانوا بيتفقوا على هيا سوا واللي سمعهم رائد الفصل اللي بيدخل بعدها للمديرة وكالعادة بتعود تسأله عن أخباره مع العيال الأغنية وبنعرف إنها مامته أصلا وبتعد تنصح فيه صاحبهم علشان ينفعوا بعدين والواد مش بيبقى مهتمة غير بحاجة واحدة بس وبيعود يسألها إزاي دارت على اللي حصل في هان وإزاي ما فيش ولا مقالة بتتكلم عن اللي حصل له فعملت نفسها مش فكرة مين هان أصلا فالواد زهق منها أما بقى اللي ما زهقش لسه هو هان نفسه اللي رح يطلب من المدرسة تفتح له دولاب يون ده فوقتها نصحيته ويضنش اللي بيحصل هنا رح أقيل لها وانت تبعهم ولا إيه طب هبلغ عنك معاهم وهقول للصحفة كمان فخافت الصراحة وقررت تفتح حاله ففي الأخير لقيته ده وقت أبقى أساسا فما صدقهاش فدته له ويحلله بنفسه ويتأكد بقى وعند البنات بقى بتعود هيري تحاول تقرر في جية ففعلا قدت لها أن في حد بيهددها فيديوهات من يوم عيد ميلاد وجين فالبت ترعبت هي كمان وسألتها فيديوهات إيه بالضبط قدت لها حاجات كلها تديننا ما أنت عارف جو حفلاتنا فاترعبت لما فتكرت اللي عملته مع واحد زميلهم يومها وقررت تكلم حد يعرف مين ده اللي بيهددهم وبيفضل الموضوع شغيلها بجد وتاني يوم بيروحوا كل الطلبة لرحلة كده نظيفة جدا بيعملوا كل اللي نفسهم فيه هناك بيتدربوا ويلعبوا حاجة كده نظيفة يعني وبيبقى شغيل قوي لعيالي الغنية يا طرى الواد هالفقير ده هيفضل مستحمل معاهم لحد إمتى وفضلوا يرهنوا كمان وهو في الوقت ده كان بيعرفوا رائد الفصل قطفين وطبعا كانت بعيدة كل البعد عن قوضهم وهو ولكن على باله أصلا أما بقى هيري والباقي فجمعيتهم على الفطار بس ما بقوش جيا وريان عارفين يتعاملوا فقامت تمشي من المكان وكانت عايزة تدخن برضو بس كل حاجة كانت خلصت منها فقررت تروح السوبر ماركت علشان تجيب ولقيت في سكتها رايح برضو فقالت له ياخدها معا بالمرة واللي شافهم سوا وقتها هو وريان وهيري اللي قاعدت تسخن فيه وقالت له ما إيه رأيك نرطابت بقى وغزها بيا بس برضو طنشك العادة وعند الماركت بقى الدنيا مطارت جامد فقعدوا سوا اللي اتنين حبة وفتحوا قلوبهم لبعض وقاعد يقول لها ندحكتها حلوة قوي ليه ما بتتحكش على طول وهي سألته انه أهبل على طول كده وبيتحك مع انهم بيتنمروا عليه فليه بقى؟ فاعترف لها انه عمره ما شاف نفسه فقير ولا وضعه بائز غير لما جيه هنا ولما المطر وقف قراره يمشو سوا فادلها القميس بتاعه فادبهد الميا بسببها فعرضت عليه لما يرجعوا يجي معاها لقوضتها تنشفهوله فرح فعلا لأهبلة أساسا مش قوضة فقعد يعيني يستنى هناك شافتهم سوا دخلين مين؟ المدرسة اللي كانت دخلة فيلت وجين أساسا اللي هو طالب واللي بنعرف انهما ما شاء الله مرتبطين وفي نص قعدتهم كده قالت له على اللي شافته فبسرعة كلم ريان يقوله اللي على طول ما استناش وكلم المديرة بنفسها تجيب المفتاح الرئيسي علشان يعرف يدخل الفيلة عليهم واللي كانت جيه وقتها بتعترف جوه لريان ان عجبها هي كمان قربهم لبعض قبل كده فلسه الوضع هيقرب لها أكتر لمست الحززة اللي في إيده ولقيتها نفسها بتاعت هان فتخضت قوي وتخضوا هما الاتنين بعدها لما لقوا الكل نطفهم حرفيا في الفيلة والمديرة شدتوا علشان يبعد عنها وفي المدرسة تاني يوم عملولوا جلسة تأذيبية علشان يطردوا بتهمت انه اكتحم الفيلة على البيت فساعتها تدخلت جاية بنفسها وقالت ان هي اللي طلبت منه يجيلها أصلا فلو بقى هيحكموا على حد يطردوها هي وراحت واغدى البرة فوقفها ريان وقالها تبعد عنه فقالت له لأ واعترفت انها اعجبت بيه أصلا فملوش دعوة بيها بقى وراحت واغدى البرة ومشيا ولما بعده عن الباقي سألته هو إيه السبب الحقيقي اللي خليه يجيل هنا لأنها كانت دورت في الملف بتاعه فوقتها قال لها ياه أخيرا عرفتي حقيقتي وراح قيل لها أنا يا ستي عايزة بقى الأول بدالك يمكن أستفاد من المدرسة دي ويسرفوا علي في الجامعة كمان فساعتها صدقيته بس برضو كانت خايفة من شبه الحظيزات بينه وبين هان وسألته عنها روح قيل لها إن فرقته الموسيقية اللي منضم ليها كلهم بيلبسوا البتاع دي أصلا فقعدت تفكر في كلامه وبقت مصدقاه بالذات إن الملف بتاعه أصلا ما فيه وش إن عنده أخ بس برضو كانت شايفة إنه شبه هان قوي ولكن من تاني يوم بقت تروح تجيبه بعربيتها من بيته ودخلوا المدرسة مسكين إيدين بعض فالكل تخض طبعا وقعدوا يصوروا فيهم الفكرة إنها موقفتش لحد كده لأ دي كمان خليته يحضر معاها هي والباقي في فصل الاسبيشيل فبقى ريان عاصر على نفسه لمونة ومستحمل لما يشوف أخريتها إيه وتشان بقى لما عرف إن جاية دخلت المدرسة معها خاف جدا ورح يعتذر له وقال له إن بباشا غال في شركة عيلة جاية فيضربه بدل ما يشتكلها منه فساعتها قال له يبطل هطل الفكرة إن ده ما كانش تفكير تشان بس لأ ده كل الطلبة كانوا كده وجموا قالوله ساعة المطش إنه بقى قدوا الطلاب المنح خلاص علشان قدر يقرب من جاية فطنشهم كلهم وقعد يتفرج على المطش اللي جاب فيه ريان جون وعلشان يحتفل بيه رح مقرب لهيري فماتت من الفرحة أما الكل فتفجأوا وجاية شايفت بس طنشة اللي بيحصل وهيري طبعا بقت فخورة بعد اللي حصل أصد الكل اللي قعدوا يهنوها إنها كده لما تصاحب ريان هتبقى الملكة بتاعتهم وكان الكل فرحان ليها ما عدا الوادي اللي قربت له قبل كده خدها يا عطبها إنها لعبت بمشاعره فقالت له أنت هتصدعني ليه يا عم ده كان تحدي بيني وبين صحابي ما تكبرش بقى الموضوع ورحت ماشية وعندها بقى فكان بيقابل تاي واحد كده كان يعرفه وحاول يسلم عليه في المدرسة معبرهوش لإنه غني لكن بره بيكلمه عادي وقعد يعتذر له على تجهله ليه وتجهله لهان كمان وقال له إن ده كله كان غصب عنه علشان العيال فاكرينه وريس فندق وغني فلازم يكمل في كده فسامحه وقال له عادي وكان سامع كل ده رائد الفصل أصلا فاستغرب قوي علاقة هان بها وبالليل بقى راحت جاية لبيت ريان علشان تتكلم معاه وتقول له يبعد هيري عن حواراته دي فروح مكلمها وقال لها تيجي عنده على طول فأول ما وصلت ولقت جاية تخضت جدا وقعدت تقول لها ده أنا مش عايزاه وهو اللي جابرني فطبعا جاية ما صدقتهاش ومش يترجع لبيتها اللي أول ما وستثله لقيت اللي بيهددها بعيت لها صورتها معها وبيقول لها هتقتليه هو كمان زي اللي قابله فتوترت قوي وقطع أفكارها دي أخوها الصغير جاي يقول لها بابها عايزهم فتضيقت قوي لإنه أكيد هينكد عليها وتاني يوم بدل ما هي توصلها هو اللي جالها بالعجلة المراضي علشان يوصلها وفضله في الطريق يعزمها على أكل ويدلعها فحسته بيتعلق بيها بجد فاعترفت له إن هي مصحبة مصلحة مش أكتر فما يصدقش بقى نفسه ويحبها مثلا فقال لها يا ستي سيبيها على الله ففعلا سكتت بقى وبالليل طلبت تقابل هيري علشان تسألها عن تطورات التحقيق بخصوص اللي بيهددها ده فقعدت تجيب لها في سيرة ريان رحت قيلالها إنها أصلا مش مناسبة لي فتعصبت هيري قوي من كلامها بس طنشتها وراح تجاهز نفسها لحفلة بالليل بتاعت المدرسة اللي عاملينها ليهم والأهليهم واللي طبعا منعين حضور طلاب المنحة فيها بس ابننا الأرد حضر عادي عن طريق الفرقة بتاعته وأول ما شاف جيا انبهر بجمالها بس هي حاولت تطنشه علشان خايفة من باباها وريان برضو اللي جي الحفلة المرة دي مع مامته واللي الكل حرفيا بيحترمها أو بيترعب منها وبرضو نفس الحوار مع أبو جيا علشان هو رئيس شركة جيو العدوة شوجين تعتبر واللي هيموت ويتعرف عليه أبو هيري وطلب منها أصلا تزبط له الموضوع ده عن طريق جيا فراحت لها تقول لها تعمل كده راحت جيا رفضة وقالت لها مش نوية صعدك الصراحة فهيري طبعا اضغزت منها قوي وضغزت أكتر لما شافت عيلة ريان مع عيلة جيا وقفين سوا وباباها منبوز مش عارف يدخل يتكلم معاهم لأنه أقل منهم بكتير وكمان كان فيه واحد كده اسمه بارك واقف وقال إشاعة منتشرة عن جيا وريان إنهم مرتبطين فساعتها ترعبت جيا لأن باباها ومامة ريان مش هيرحبوا أبدا بالعلاقة دي وفعلا اللي اتنين نفعوا على طول لأنهم أصلا ما كانوش يعرفوا بارتبطهم فحبت هيري تحطها في نوقف منيل وروح تدخلة في الكلام وفي إيدها ها وقالت لهم لأ يا جماعة ما هم مش مرتبطين وعرفت أبو جيا على ها إنه حبيب بنته فالراجل والناس كلها تخضوا إنه طالب منحة ومرتبط بجيا فتاني يوم بيقعد يتكلم معها باباها وبيلمح لها إنه هيعرفها على ابن صاحبه خلاص فطبعا ما كانتش مفقة بس سكتت وتاني يوم في المدرسة لما قابلته قالت له ما يتضيقش من كلام باباها وبنشوف إن بعد ما عرفته هيري عليهم الوات حاول يتعامل عادي بقى وقال اسمه فوقتها باباها قرب له كده وقال له أنت مين سمح لك يالا تتكلم هنا فالمهم إنه طنش أبوها وقال لها يا ستيا نتهنت هنا أكتر من كده بكتير الحمد لله عملتوا لي مناعة وروح أقيل لها بدل ما تهتم بيه تهتم بنفسها وهو عم تنايف ضلواقف جنبها مهما حصل فوقتها اتقرت إن نفس الكلام ده قالوا ليها قبل كده هان فبقت متأكدة إن في حاجة مشتركة بينهم بعدين لما سابته ومشيت لقى في حساب بعيد له فيديو الأخوه والشباب بيتنمروا عليه فحفلة عيد ميلاد وجين فقعد يتخيل اللي كان بيحصل لأخوه وصعب عليه قوي وهو قاعد كده بيتفرج ومتأثر قطعته هيري اللي جات تقوله يبعد عن جاية أحسن له لا يحصل الوادهان اللي مات قبل كده فساعتها قال لها رياني يعني هي قتلني رحي تقريت له مين ده لأ طبعا ده جاية هي المسؤول عن اللي حصل فساعتها ما بقاش فاهم هي إيه الحقيقة وبعدين في الفصل اتبعت لها فيديو ليها مع ريان كتهديد برضو فساعتها قامت مرعوبة فرح وراه هو وبعده ريان اللي منعوا يتكلم معاها وقالوا يبعد عنها فاجون صحابه يبعدوا عنه فقال لهم ريان إنه حسس إن الودة ورا حاجة مهمة فيدوروله على الملف بتاعه ففعلا صاحبه وكلم صاحبته المدرسة تجيب له الملف بتاعها ولما بصوا فيه لأوا عادي يعني ما فيه وش حاجة غريبة وفي نفس الوقت كانوا قاعدين هيري وجاية مع بعض وهيري عرفتها آخر حاجة وصلت التحيئات فيها في حوار التهديد اللي بيجي لها ده وقالت لها إن موقع اللي بيهددها هو نفس مدرساتهم وعرفتها إن دي آخر حاجة هتقولها لها لأنهم خلاص من النهار ده ما بقوش صحاب فما فرقش مع جاية كتير وقالت لها طب تمام فده زعل هيري قوي وقاعدت طعاية طول الطريق وهي بتفتكر ذكرياتهم من وهم أطفال صغيرين أما جاية فراحت قابل ابن صاحب باباها اللي كان سخيف جدا وحبكت وقتها اللي بيهددها ده يبعت لها تهديد كمان وهو اختبار حمل لأول ما شفته اترعبت وأغمى عليها قصاد الواد فساعتها باباها عقبها علشان بوزت المقابلة وخلها تتنفي في بيت الأجهزات بتاعهم ياريتني كنت أنا وطبعا ما بقتش تروح المدرسة ياريتني كنت أنا برضو فالكل إلق عليها جدا لدرجة أن ريان سأل ها اللي برضو ما كانش يعرف واللي عرف التوصل لللي حصل في الآخر هي هيري سألت أخو جاية الصغير وفهمت منه اللي حصل وحكت لوجين اللي سألته قبل ما تروح لريان لو كانت حلوة ولا لأ فالوادي عيني انبهر أما ريان فولا كانت فرقة معاه لما رحيت له يعني ومهتمش بيها أصلا ولا بجمالها ده لحد ما قالت له على معلومة إن جاية في بيت الأجهزات فساعتها ترعب إنها لوحدها وسب الصور اللي كانت في إيده وجري يلحقها فبتبصت تاني على الصور اللي كان مسكها دي لقيتها صور لها مع هان وورقة مكتوب فيها إن هم إخوات توقم غير متمثلين فساعتها تخضت وخافت على جاية برضو لا يعرف مكانها ها ويعمل فيها حاجة وفعلا كان عرف مكانها وروح يقابلها وكان حنين جدا عليها ومهما تقول له هي بعيد ما بعيدش وقال لها برضو إنها يفضل معاها فساعتها قلت له إن هي ما تستحقش إن حد يبقى جنبها كده علشان هي مش كويسة وتسببت فقت لحد بريء فتخضوا وسألها مين رحت قلت له هان طالب المنحة الدراسية رح أقول لها طبعا على فكرة بقى أنا أخو فترعبت طبعا وسألته لو قرب له وهو قاصد ولسه هيتكلم جيب صورة عريان ينكزها وضربوا علشان يبعدوا عنها فوقتها افتكرت إزاي علوكتها بهان أخوه بدأت من زمان وكل الحكاية إن هان يعيني رمى بالغلط الكرة على ريان فضربوا وين صاحبه جامد جيه رب منهم طلعوا يجروا وراه فاستخد وقتها في المكتبة اللي كانت فيها جاية مع أخوها الصغير اللي كان بيهددها وقتها إنه هيعرف أبوهم بفيديو علوكتها مع ريان فقعدت تشتم فيه إنه بيتجسس عليها فالوادي المستفز قال لها لو عايزني أسكت اتنزلي عن أملاكك وراح ماشي فقعدت هي تعايت لوحدها وشافها وقتها هان فطلع يديلها مصاصة يفرح بيها وهو وشه أصلا متشلفت ومرة على مرة بقوا صحابه ودايما بيدعمها والعلاقة دي طبعا معجبتش ريان وبقوا شلته مستقصدينه أكتر وأكتر وبتعود بقى تفتكر إزاي كانوا بيدربوا فيه زي مريان بيدرب فيها دلوقتي وعلشان كده نهارت وهي بتقول لهم يوقفوا الضرب ده فوقف فعلا ريان وجري حضونها يمكن تهدى وبعدها خبر إن ها أخوهان انتشر في كل حتة وطلبة كلها بقيت خايفة إنه جاي علشان ينتقم منهم على تنمرهم يعني ضد أخوه فساعتها مديرة المدرسة البكحة ما صدقت وقالت له بص يا ابني أنا هنقلك لمدرسة تانية لو مش موافقة عادي هفصلك يلا اختري يا حبيبي اختار فوقتها الود قال لها ولدة ولدة أنا هفضل هنا وهتخرج من هنا فولا عبرته وقالت له انت وجودك هنا هيفكر الناس باللي حصل لهان وهم جالهم صدمة يعيني من اللي حصل فقال لها صدمة انت هتستعبطي راح يتقالت للمدرسة تفصله على طول راح مطلع موبايله ومسمعها إنه كان بيسجل لها وقال لها لو راجل بقى اعمليها واترديني فطبعا سابته يمرح في المدرسة مخايفة تعمل حاجة وطبعا دمع جاب شريان وقال لرجالته يستلمو وقال لهم ان جايا خلاص مش هتحمي من جديد بعدها راح لها يتطمن عليها وقال لها لازم تمشي بحرس لحسن هاي دا يقزيها فقالت له انه هو مش موزي للدرجة وحقوا يقزيهم أصلا على اللي عملوه بعدين ثابتوا علشان تروح وأول ما وصلت بيتها لقيت هيري قاعدة مع أخوها الغتل ده وعرفتها انهم اتفقوا يبقوا سوا ضدها ولما عرفت ان هي هتسافر مع عارسها ده اللي خطبها الأمريكا فرحت جدا ان هي تخلص منها وعلشان كده عامل لها حفلة مخصوص فساعتها حضنتها جاية علشان تودعها وقالت لها انها للأسف مش هتقدر تيجي الحفلة لانها مسافرة في نفس اليوم وطبعا الحفلة دي كانت أول مرة يخلوا طلبة المنح يحضروا معاهم فكانوا يعني فرحانين قوي لولوين استلمتي وقعد يضرف فيه لما عرف انه كان صاحب ها وأخوهان وكمان ابن عشيقة مش هو الوريس الأول للفندق فساعتها دافع عنه ها رح اقيل له خلاص امشي من المدرسة علشان يسيبه في حاله وفعلا بعدها تيطلب منه يمشي علشان يفضل هو هنا في المدرسة زي ما بابا عايزه فوقتها صعب عليه قوي نضعيف كده ولما خرج من عنده قابل بالصوت فجاية اللي رجعت للدراسة بالعافية فوقتها قالت له ان في حد بيهدده وهو لازم يساعدها علشان هي ما تعرفش حد تاني هنا تصق فيه فساعتها سألها عن التهديد ده رح اتقالت له التهديد يخصها هي وريان فأول ما سمع اسمه قال لها تنيلي ده انا هعرف مخصوص مين بيهددك وابقى معاه طالما نوي ازريان كده احنا نفس الهدف وفي اخر اليوم وهيري جاية تروح لقت عربيتها ما وصلتش اصلا فوصلها وجين فضغازت المدرسة قوي لما شافتهم سوا وقعد وجين وقتها ينصح فيهيري ما تبقاش جشعة وتطمع في حد مش ليها وفي الاخر هتخسر كل الناس وكل حاجة فطمدشت كلامه بس اول ما وصلت لبيتها لقت البنك حجز عليه وخلاص شركة باباها هتعلن افلسها وفعلا كده بتكون خسرت كل حاجة وفي نفس الوقت كانت جاية بتودع عائلتها وهتسافر خلاص مع اللي هيبقى خطبها لغيت الده بس مش غطت اكتر من اخوه صغير اللي كان مزقطت انها مسافرة وفي الحفلة بالليل بقى وصلت هيري وبقت مستنية ريان ييجي ويقبل مشاعرها وخلاص بقى تاخد مكان جاية فوجين قعد يقول لها ما تتحمسش قوي كده وفعلا في سنية هتبعت لهم لينك في خبر القبضة على خطيب جاية في المطار وصلت عربية لمكان الحفلة ونزل منها ريان وهو في ايده جاية واعلن انهم ارتبطوا وهيقولوا لعيلتهم كمان المرة دي فالكل تصدم حتى جاية نفسها اما بقى ها فزعل شوية لانه حبها ولكن كان بيدور وقتها ومجغول عايز يعرف مين اللي بيهددها ده وبعط له رسالة علشان يوطره ويعرف هو مين ولقطه فعلا وتلعجو ابن المديرة اللي هو رائد الفصل وساعتها قال له ما يلقش منه لان عندهم نفس الهدف فهو بس عايز الفيديوهات اللي معاه وفعلا خدها يتفرج عليها وفيديو منهم كان بيوضح قد ايه علاقة جاية وريان بجد حلوة وبيحبوا بعض من قلبهم فالدايق جدا لما شافوا غار عليها قوي وهيري برضو كانت غيرانة من جاية وديقت جدا منها هي وريان وحاول وجيني يهديها فساعتها قالت له خلاص يختار ما بينهم يا هم يا هي فمعرفش يختار طبعا لانهم كلهم صحابه فراوحت بقى لوحدها بتاكسي على بيتها الجديد وهو كان جنح كده في فندق قديم بابا حاجزوا ليها وجايب لها فستاني فرحة بيه من اتشان ام بعد ما كانت بتلبس يعاني من ديور فحست يعاني انها نزلت طبقات واحنا يعاني في مصر اللي كان بيلبس من اتشان ام قبل المؤطعة يعاني كنا بنعتبره ابن وزير ولا حاجة اما ريان بقى فكان فرحان مع جاية جدا لانهم رجعوا بس نكدت عليه انه لازم يعتذر لها قصادها لانه غلط فحق اخو جامد ولما رجعوا المدرسة هاجم مع كل طلاب المنحة وقال لهم لازم نتحد ضدهم فقالوله ده علشان مصلحتك طبعا وانت قامك لاخوك راح اقيل لهم انه كان في الاول علشان كده بس بعدين قرر يمنع الظلم في المدرسة دي فوافقوه اما بقى جاية فقعد وجيني عاتبها انها من الاول لو ما كانتش بعدت عنهم وعن ريان ما كانش ده حصل فشلتهم ابدا وهيري تبهدلت يعاني فقالت له اعترف بمشاعرك لها الاول بعدين اتكلم وعرفته انها كانت مجبورة تبعد عنهم وهيري في الوقت ده كانت مع اخو جاية اصلا اللي وراها الفيديو بتاع اخته مع ريان فوقتها لطشته بالقلم وقالت له انه عي الحقير ولما راحت للمدرسة تاني يوم اول ما شافت ريان شتمته برضو وقالت له ان هو مش رجل اصلا علشان مش عارف يحني حبيبته ووريته الفيديو طبع كانت بعطله هو كمان فسألها لو تعرف مين صوره مع جاية راحت اقيل له يا زكي انهم كانوا قتها في بيت عيلة جاية بتاع الأجازات فطبيعي يعني اسكى اخويتك مين هيعرف يروح لي هناك غيركم اخوها الصغير طبعا فساعتها تجنن وخد شلته ونزله لدور سنة اولى ومسك الواد نفخه من الضارب وقتها كانت جاية اخته معها وعرف منها انها سفرت امريكا من كم شهر علشان تجهد جننها من ريان واللي بيهددها عارف كده فطلبت يساعدها بقى فوقتها سمع باللي بيعمله ريان في اخوها فرح له يمنعه يكمل في ضارب وقال له ان جاية مش هتتبست كده ابدا وبدل ما يعمل كده يروح يهون عليها لانها تحملت فوق طاقتها وقتها جاية كانت روح تقابل هيري واتفقت مع باباها ان هي تسافر خلاص امريكا لانه عارف اصلا بحوار حملها وعايز يخلص منها وده مقابل ان هو يساعد ابو هيري اللي فرحت قوي بالخبر وشكرتها جامد رح تجي اعتذرت لها وقالت لها انها طول عمرها اصلا ما اعتبرها صحبتها ولكن هي ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها بعدين وهي مروحة ولقيت ان ريان مستنيها عند بيتها فوقتها رحت له ولقيته بيعيط علشان عرف حقيقة اللي حصل لها وقعد يعتذر لها انها كانت بتعاني لوحدها ورح بعدها لصحبه وجيني عياطله فالودو هو بيحضنه الحرب افتكر انه النهاردة الصبح لسه رايح طالب من ابو جا يصفرها اصلا وكل ده علشان هيري حبيبة قلبه قلبت عليها وهو اختارها ضد جا وريان وبنعرف انه برضو مش عايز حقيقة موت هان تتكشف ليه بقى لان بنرجع بالزمن كده ليوم عيد ميلاده واللي حصل من الاول ان جا عرفت بحملها وهان قعد يهديها بعدين خدوا العيال يتنمروا عليه شوية فساعتها هي خرجت تكلمه علشان تسأله على القلم اللي بيسجل بيده فاستغل الفرصة وطلع يجري من العيال المتنمرة وهي ملحقتهوش وخرج هو وجاري لقى مين في وشه بقى وجين هايز مع المدرسة فاتجنن طبعا من اللي شايفه ازاي ده يحصل والمدرسة ترعبت وطلعت تجري وراه علشان خايفة يقول لحد وخدت وقتها عربية وجين وطلعت بيها ورا الواد وحاول التكنوع يقف فما وقفش راحت خبطها بقى ولما نزلت تشوفه اكتشفت انه هو مات واكتشفت برضو حوار انه بيسجل بالقلم فاخدت القلم خبته في العربية وجين طبعا عارف كل ده ومعالقلم اصلا ومداري عليها علشان العربية كانت بتاعت ابوه اللي مرشح نفسه للرئاسة واللي كل حاجة هتضيع منه بسببها لانه بلغ عنهم ان فيه عنف مدرسي فالعيال كلها تحقق معايهم وحصلت بلبلة فاتخنقوا معالا ما شفوه في المدرسة الوحيدة اللي كانت في صفه هي جاية وقالت لهم ما يخافوش عادي وانهم لازم يدفعوا تمن اللي كانوا بيعملوه في الضحايا وفي نفس الوقت اكتشف ريان اللي بعات له فيديو ليه مع جاية كانت المديرة بنفسها فرح لها يسألها ليه قالت له ده علشان ممتك بس فرح لممتو لقاها بتقوله بخوفك علشان تبعد عنها مش نقصة فضايح انت وريش شركاتي فقال لها زهقتيني منك يا شيخة ومن شركاتك ما تطرديني احسن لي زي ما طردت ابويا كده وبعد طبعا ما خد القلم التمام منها مشي وهو ولا همه ورح يكلم جاية تخرجله فخرجت له ووريته صورة الجنين الوحيدة اللي معايها قبل ما تخسره فساعتها قاعد يعيط عليه وقال لها انه آسف علشان ما كانش قادر يحميهم فحاول التهون عليه وخدته تاني يوم معايها لقبرهان علشان يعتذر له وهناك وعدها انه هيتغير واعتذر فعلا بعدين بقى في المدرسة بتضطرد المدرسة بتاعته جين لانه صرف فيديو ليهم سوا والدلل مديرة فوقتها طردوها وقالوا لها كفاية انهم مش هيبلغوا عنها بخصوص جريمتها وقات لها الهان طالوا عارفين اصلا وبيداروا عليها زي وجين بالزبط اللي اعترف بعدها لهيري باتفاقه مع ابو جيا انه يصفر جيا فهيري تعصبت عليه لان جيا ما تستحقش منهم كده فقعد يقول لها انه ما كانش يعرف وانه اختارها وكان فاكرها كرهت جيا خلاص فحب بقى يفرحها رحت قالت له انه عي الغبي واللي شافت كل ده المدرسة نفسها وكرهت هيري جدا وغارت منها فكانت تغبطها بالعربية لولا لحقها وجين فقالت له يستنى عليها بس لانه كستهم ما انتهتش يا شيخة كسفي من سنك دواد 2007 المهم ان الواد كان اكبر منها عقلا يعني وزهق الصراحة فسلم جيا القلم اللي كان بيسجل بيهان كل حاجة تسلمه بقى لها يمكن يخلص منها وساعتها فعلا ها سلم الفيديو بتاع حدسة اخوه فتقبض عليها وتسربت كل التفاصيل والجرائم اللي حصلت في المدرسة زمان زي اللي حصل لهان وكمان بقى جرائم التنمر على طلبة المنح ومش بس كده علاقة جيا بريان فقررت بقى تسافر تاخد هدنة وترتح من كل ده وروحت تودعه وقالت لبابها كمان انها ما بقتش خايفة من حاجة يتخلى عنها ولا لأ مش فرق لها وسافرت فعلا بعد ما وعدت ريان ان هي هتقابله من تاني وروحت بقى تقابل ممتها اما بقى ريان فاعترف انه كان متنمر هو والباقي وهيري وجين بقوا على طول مع بعض معاه زي زمان بالزبط بس من غير يعني ما يضايقوا غيرهم واهم حاجة طردت المديرة وجات مديرة جديدة والمدرسة اتغيرت للأحسن كتير وعاشها بسعادة بعد ما عارف يزبط للكل حقيقة اللي حصل لأخوه وخد حقه من اللي قتلته غادر انا فاكرة وانا قدهم في تانية سنوية كان اقصد موحي ما جبش تمانية في التاريخ زي اولى سنوية يعني انا مش فهمة ايه الحياة اللي هم عايشين هذه والحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي التانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تابع صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي اشوفكم في فيديو جديد